نورنا ومنور الدنيا كلها في الستات كنا قريب يعني مصطدفينك ومنورنا في الحوار عن الكتاب بتاعك بس النهار ده بقى الحوار بتاعنا عن رمضان دراما ومسلسلات رمضان وعاوزين كده أول يعني فلمنا النساء لحضرتك كام عمل درامي رمضاني من إنتاج المتحدة السنة دي على الشاشات هو طبعا إحنا عندنا زي ما كنا بنكلم قبل الهواء إنه عندنا مميزات كتيرة جدا للموسم ده من ناحية الاستعداد المبكر من ناحية انتهاء التصوير يمكن دي أول مرة الناس تتفاعل مع المسلسلات قبلها بشهر نبعرفين كل قناة عليها إيه يعني كل القنوات المتحدة أعلنت عن المسلسلات بتاعتها عدد المسلسلات اللي معلن حتى الآن 17 17 مسلسل ما بين 30 و 15 وفيه مسلسل 20 حلقة اللي هو طبعا الكتيبة 101 فيه كلام عن المسلسل اللي هيبقى 10 حلقات بس تنسى تفاصيله بتبدأ تتضح يعني بطولة الفنان محمد فراج لكن إجمالا كنا نقول إحنا بين 17 و 18 لو لما المسلسل ده يدكر رسمي استباق طبعا عدد كبير وعايزين نقول حاجة للناس إنه يكون إن فيه 6 مسلسلات 15 حلقة ده مش معناه إنه إن دي مسلسلات سهلة هو ممكن تكون بتاكد وقت أقل في التصوير لكن مش وقت أقل في التحضير بالعكس دي شجاعة من أي سيناريست وشجاعة من جهة الإنتاج إن هي تبعى عارفة إن القصة دي تتحمل 15 حلقة وتتعمل بعضية الطريقة وده بيبقى كمان تناغما مع المطلب الجنائرية كمان مع المنصات إنه المنصات لأنه فيه ناس كتيرة جدا ما بترحقش تشوف كل المسلسلات فممكن يجي تفرج كل أسبوع يشوف ترى 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 حلقات ورى بعد في الويك اند في رمضان لو ما فاتيتهم فطبعا ده يعني دراسة الأساليب المشاهدة كمان ده بيبقى مناسب لها أكتر